أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار على دور مصر الرائد في مجال مكافحة الدرن وفيروس كورونا وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي مؤكدا العمل على خفض الوفيات بسبب الدرن بنسبة 90% بحلول عام 2030 وجاء ذلك خلال كلمة مسجلة للوزير في دورة تدريبية نظمتها الوزارة بعنوان مكافحة الدرن وكوفيد 19 والتهابات الجهاز التنفسي في البلدان الأفريقية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية